سلام أجل من وجد واحد شلادة راقية في منظر والديدة بزاف وبأبسط المكونات تقدموها كف العراضات أولى في الأعياد هنا عندي إبليم سلو قدرت لي شامبينيون وميز الزبيب هنا زلت الطون بالزيت ديالو حيث ما كانزيرش الزيت وزيت سيريمي وبطبيعة الحال شوية اللي بزار المايوناز باش نخلطها مزيان حيث غنديرو في المول عندي خيزو عاليش شو بحكوكين في حكاك الرقيقات زلت ليوم القرقاع والزبيب غنزيد شوية اللي بزار عاصر زرد الحامض المتاغد وشوية مليحة وبطبيعة الحال غادي نزيد معهم لعسل هاد شلادة كجي خطيرة هنا عندي الباربة مع بصيلة مشلدة والطون كذلك بشوية زيس ديالو غنزيد شوية الخل هنا كمقلب بين الحامض والخل عندي إلي شو بغيكسل مفورين زيت ليهم الربيع اللي بزار وشوية زيت بلدي وصوتيتهم الخيزو فورتو وزيليه المعدنوس مع شوية اللي بزار وعاصر الحامض ومليحة هنا ما زيت ما صوتيتوش وهنا عندي في الفلام شوية مع ما طيشة مع اللي بزار ملحة وزيت بلديية البغوكولي مسلوقة هو صوتيتو بنفس الطريقة زيت بلديية ربيع وشوية اللي بزار البطاطاز لها زيت بلديية شوية الخل وربع وهنا عندي الخيار مع الفقوس مقطعين بناسبة التزيين خديد السيريمي بيد السمان ولدان فيما درتهم في الكوردون بهذه الطريقة هذي ولبول درت فيهم إيبلي وقدمتهم بهذا الشكل هذا واحدة درتها في مول على شكل طولي والخراف مول دائري وتزيين كي بقى حسب الرغبة ترجمة نانسي قنقر شكرا